ده يخليني هاعد أتكلم على الشخصيات اللي بيقدمها أستاذ عبد العزيز مخيون يعني يمكن يكون فمخيلة البعض أنه أستاذ عبد العزيز مخيون يقدم دائما الشخصية المثالية بامتياز لكن اللي بيركز هيلقي أنه لا لأنه كتير أستاذ عبد العزيز قدم شخصية شريرة شر مطلق شر مخيف وده مش بقى التناقض لكن هو الحالتين ضد بعض إزاي الممثل يقدر يوصل لمنتهى الإقناع بالشر المطلق وبالخير المطلق بالاستغراق في الشخصية وبالتأمل فيها وبدراستها لما أدرس الشخصية يعني هيتحط قدام مني داتة معلومات وأبدأ أستغرق في الشخصية وأتقمصها بعد كده وبعلى فكرة أنا بتلزز بأن أنا أمسل الشخصيات الشريرة ليه؟ أحس إنها يعني فيها زي ما تقول بلوه بالإنجليزي يعني يعني لعب في لعب والتلاعب يعني فيها فن تمثيل أما بالنسبة للشخصيات المأزومة المقهورة أو المثقف المغترب في بلده حلمه بيتكسر وهذه الشخصياتنا عملتها كثير وعملتها نوم في الاستوديو ده مسلسل الكهف الوهم الحب اللي بيعاد دلوقتي على فكرة على ما سبيره ما سبيره زمان فدي الشخصيات دي بتقلمني يعني بتعمل عندي نوع من الألم النفسي وأنا بقديها لكن الشخصيات الشريرة بحس إن أنا بلعب بلعب معها يعني بلعب يعني نوع من فن التمثيل إيه الأصعب؟ الأصعب الشخصيات المأزومة التعبانة نفسياً المقهورة دي أصعب ودي مؤلمة ودي بتهد حيل الواحد بعد ما ينتهي التصوير بحس إن أنا مهدود